ما تم ضخه في هذه الأيام وتم شراعه من طرف المواطن يعني يفوق ما كنا نبيعه في شهرين يعني يمكن الخوف اللي الدب عند المواطن يمكن الإشاعات مع الأسف الشديد اللي خلت المواطن يذهب إلى عميد تكديس لذلك حين ناشدنا ومازلنا نناشد المواطن أن مادة الساميد من المواد التي تتلف بشكل سريع يعني كل هذه الأطنان اللي خبوها يعني الآن إشكالية إن شاء الله حين نتمنى يعني بعد عشر أيام أو خمسة عشر يوم إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء السؤال يطرح أين ستذهب كل هذه الكميات لأنها ستفسد لذلك أنا ناشد المواطن أن يرشد سلوكه الاستهلاكي أن يرشد سلوكه الاستهلاكي سواء في مادة الساميد أو المواد الأخرى وأنا طمنته وكان السيد الرئيس طمنه من قبل وكان السيد الوزير الأول طمنه أيضا من قبل وأنا نطمنه مرة أخرى بالإضافة إلى تطمينات السيد الرئيس وسيد الوزير الأول أن ما هو موجود في مخازنا وما هو سيشترى وما سوف يكون فيه إنتاج سيكفي للثلاثة الأول لـ 2021 يعني كم نقوله بالدرجة يروح مهني ولازم المواطن يعرف بلي عنده دولة عنده حكومة عنده مؤسسات رأي تسهر وشاف بعينه وكيف الآن الأسعار يعني بعد تدخل الدولة بشكل حزب الأسعار معقولة يعني عادي يعني